كابتن هاني اللعب النهاردة على الجبهة اليمنى للنادي الاهلي اليسرى ليه ريال مزيد ده كان زكاة من مارسو الكولولين ويلعب على جبهة فيها فينيسيوس ملوش أدوار دفاعية كثيرة وكما فينجا اللي هو أصلا من الظاهير أيسر كان زكاة من مارسو الكولولين النهاردة حقيقي طبعا دي الحاجة من الإعجابيات الموجودة في المباراة النهاردة لأن احنا متعودين دايما للجبهة اليسرى بتاعة النادي الاهلي اللي فيها عالم معلول هي دي اللي بتبقى شغالة فالنهاردة بصراحة احنا اتفاجئنا بالمستوى محمد هاني وحسين الشحات قدوا مباراة كبيرة جدا لاتنين بصراحة إذا كان هجوميا أو دفاعيا بس طبعا زي ما اتكلمنا وقلنا هي الفكرة كلها في ترجمة الفرص اللي جات هي الفرص اللي جات الخط اللي قدام محمد شريف النهاردة يعني سيوتها كبير جدا في ثلاث كور اللي جوله أول واحدة دي كان سهل جدا ان هو ينزلها لعبدالقادر كان عبدالقادر كان سهل جدا كان هو في استحواز المرمى عبدالقادر برضو النهاردة من المتشاط القليلة ليه بشكل كبير جدا النهاردة ما عجبنيش أداءه بصراحة الشيط الأول تقريبا ما شفتوش خالص الشيط الأول كان مرسل كورو متعشن في أحمد عبدالقادر ومحمد مجد يقفش ان هما اللي يمسكوا الكورو هما اللي يحركوا اللعب وده ممكن يكون سعب ده صعب صعب يا كريمي انت بتلعب أحسن فيها في العالم انت حتة الاستحواز زي مفروض ان انت يعني هتفقدها بنسبة 95% انت بتلعب أحسن خط نصف في العالم في حتة الاستحواز دي صعبة فالنهاردة كان لازم يبدأ بتلاتة ارتجاز الحمد الفاتحي كان لازم موجوده مهم جدا 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 النهاردة انه هو يبقى موجود كنا حتى الناس كلها على السوشال ميديا استغربت انه هو بيبدأ بقافشا النهاردة المتشرفات بدأ صح بالتالي ان انت بصهرت بشكل كويس دفاعيا وهجوميا الشرط التاني تغييراتك كانت إيجابية بشكل كبير الناس اللي نزلت عملت إضافة كبيرة جدا للنادل أهل المتشرفات النهاردة حتى التغييرات كلها فيها لخبطة يعني سوك عن الكلام اللي كان جاي لنا من المغرب قبل المباراة ان حمدي فتح مرهق يعني فهذا ممكن يكون سبب أنا شايف ان حمدي نزل ما شاء الله يعني نزل حوالي ساعة أو نص ساعة عمل سوكرا عشان جزء أخير من المباراة مثلا حمدي حمدي من اللعبة اللعبة اللي زي احمد ساك كده راجل ان هو ممكن يستحمل حتى لو انت عندك إجهاد ممكن تدوس على نفسك انت بتلعب بريم مدريد المطشي ده بيجي مرة في كل عشرين سنة فعني لو انت عندك قطع في الخلفية هتقول عايز ألعب فأنا شايف ان حمدي من اللعبة اللي كان ممكن يستحمل أو ممكن ان هو يؤدي بشكل كويس زي ما نزل النهاردة يعني النص ساعة اللي نزلها بصراحة فاجئني أنا استغربت نزل الراجل كان مع عدو الحتة الهجومية النهاردة هي المشكلة كانت في النادي الأهلي حتة المواجمية بالإضافة طبعا اللي احمد ساعدت تكلم فيه حتة التمركز بتاع عبد المنعم وبتاع محمود متولي النهاردة يعني محمود متولي بيبقى فيه يوم كده عارف اللي هو ايه بدلك يعني مش يومك مشكلة انه لعب مطش كويس لا محمود المحمود متولي بصراحة بالزبط كورتين يعني جمع أهداف يعني فيه واحدة فيهم جات جول والتانية تعريبا ان انك اتضار بالجزاء أو حاجة فأدى طبيعي طبيعي ان انت ممكن يجي عليك يوم بس هو حظوا بقى ان هو جي في اليوم ده ده يعني لا وجي قدام الناس اللي ما بتغلطش يعني لما تجي له من كرة جول طبعا بيستغل فرصة يعني فرصة بالزبط بالزبط